المحظور الذي تختص به النساء دون الرجال جاء في حديثه بالعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره فقال لا تنتق بالمرأة المحرمة وفي رواية الترمذي لا تنتق بالمرأة الحرام ولا تلبس القفازين فما تمنع منه المرأة على وجه الخصوص أيضا يتعلق باللبس لاحظ أنه الخاص بالرجال والخاص بالنساء شيء يتعلق باللبس وليس في غيرهم المحظورات الحرام التي يشترك فيها الرجال والنساء النقاب هو كل ما فصل على الوجه مما فيه ثقب للعين يسمى نقابا فتمنع منه المرأة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهل هذا يعني أن المرأة تكشف وجهها عند الرجال الأجانب الجواب لا دليل لذلك ما جاء في سنن أبي داود وغيره من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان الركب يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسدل إحدانا من جل بابها على وجهها حتى إذا حذوا بنا سدلت إحدانا من جل بابها على وجهها فإذا جازوا كشفناه إذا جازوا يعني مروا وأقفوا كشفناه فدل ذلك على أن المرأة ليس ممنوعة من أن تستر وجهها في الإحرام إنما هي ممنوعة من لباس خاص تماما مثل الرجل الرجل ممنوع من لباس خاص لكن ليس ممنوعا من أن يستر ما يجب ستره من عورته أو من سائر بدنه فكون النص جاء بمنع لباس معين لا يدل على تحريم على وجوب الكشف وعدم الستر بل دلت النصوص على أنه يستر الوجه عن الرجال الجانب بما يكون من أستاتر غير النقاب أما ما يتعلق بقول العلماء أن المرأة إحرامها في وجهها والرجل إحرامه في رأسه فهذا ليس دقيقا لأن إحرام المرأة في وجهها هو فيما يتعلق بالنقاب فقط وأما في ما عاد ذلك مما تستر بها أوجه النساء فلا تمنع منها حتى ولو كان مما يلتصق بالوجه كذلك فيما يتعلق بالقفازين هذا مما تمنع منه المرأة المحرمة تمنع من لبس القفازين وهو ما فصل لستر اليدين لا فرق في ذلك بين أن يكون القفاز من قماش أو أن يكون من بلاستيك أو أن يكون من أي مادة من المواد التي تفصل ليدين ولكن هل يعني هذا أنه لا يجوز لها أن تستره بملأتها لا تستره هذا اليد الآن يمكن أن تسترها بالقفاز ويمكن أن تسترها بالعباءة والملأة التي تلبسها المرأة إذن انتهينا الآن من التصور الإجمالي لما يكون من المحظورات الممنوعة في وقت الإحرام